بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن الحق سبحانه وتعالى قد أودع في كتابه العزيز مجموعة من الأوامر والنواهي تضبط الحركة الحياتية لكل إنسان منا الحركة الحياتية هي التي تأتي من خلال هذه الجوارح العين، الأذن، اللسان، العقل وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يسدد الحركة الحياتية لكل إنسان حتى تأتي موافقة للفطرة السليمة وتأتي صانعة لكل خير ولكل جمال ولكل ما هو صالح ولذلك إن الإنسان لفي خسر من المستسنى من هذا الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح هو كل عمل يعود بالنفع والخير عليك وعلى غيره ولذلك فالعمل الصالح غير منحصر أو مختزل في جانب دون جانب كل من أحسن في تجارة أو زراعة أو صناعة أو مهنة أو حرفة أو في أي شيء فهذا الأمر يسمى بالعمل الصالح لأنه يعود نفعه وخيره عليك وعلى غيره لكن السؤال هنا ما معنى الثواب على العمل الصالح؟ نسمع قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير فما معنى الثواب؟ وما معنى المثوبة؟ المثوبة مشتقة من كلمة ثابة وثابة بمعنى عادة أو رجعة فلا تعتقد أيها الإنسان أنك إذا قدمت عملا صالحا فقد خرج منك هذا العمل ولا يعود لك لا بل إنه سيعود عليك بالنفع العالي والخير الوفير من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن لا تعتقد أنك حين تقدم عملا صالحا فهو قد خرج منك ولا يعود بل إنه سيعود عليك فالمثوبة مشتقة من كلمة ثابة بمعنى رجعة وعادة ولذلك الرجل الذي يبلغ عن الإمام صوته للمصلين هذا يسمى بالمثوب لماذا؟ لأنه يعيد كلام الإمام يردد كلام الإمام فيعطي فرصة لمن لم يسمع الإمام بأن يسمع من خلال عملية التثويب كلمة مثوبة مشتقة أيضا من نفس معنى كلمة ثوب وأرجو أن ننتبه هنا قديما كانوا يأخذون الأصواف ويذهبون بها إلى صانع الثياب فيعمل على غزلها ونسجها ثيابا جديدا جميلة فأنت تقدم شيئا ويعود إليك شيئا آخر قدمت أصوافا فعاد إليك ثيابا جميلا مفصلا عليك إذن كل عمل صالح تقدمه يعود عليك بالنفع في الدنيا وفي الآخرة إذا كانت كلمة المثوبة مشتقة من نفس معنى كلمة ثوب وإذا كان الثوب من منافعه الدنيوية أنه يستر العورة فكذلك الثواب على العمل الصالح يستر من عذاب الله عز وجل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كأن هناك لباسين لباس يستر العورة ولباس آخر يستر من عذاب الله عز وجل وهو ما يكون في الثواب على الأعمال الصالحة في تقوى الله سبحانه وتعالى إذن الثواب والمثوبة مشتقة من ثاب أي من رجع وعاد فيعود عليك أثر عملك الصالح بالثواب في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دبحت شافي بيته يسأل السيدة عائشة ماذا بقي منها؟ فقالت ما بقي غير كتفها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرز هنا أن ما تقدمه هو الباقي وما تقدمه من أعمال صالحة هو الذي يعود عليك في الدنيا والآخرة بالنفع العالي والخير الوفير ولذلك سيدنا الحسن البصري رحمه الله كان إذا جاءه سائل يسأله حاجة يقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة لاحظوا هذا الكلام المنير العميق مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة هو لم ينظر إلى الزاد وإلى ما يعود عليه من نفع في زمنه بل ينظر إلى ما يعود عليه من نفع وخير في الزمن الذي سيأتي وبمقاييس ربنا سبحانه وتعالي تعالوا نعود مرة أخرى إلى الثوم الذي يستر عورة الإنسان فالثواب يستر أيضا من الأمراض النفسية ومن الأمراض المعنوية ويستر من عذاب الله عز وجل أنت قدمت أصوافا أو قطعة قماش إلى صانع الثياب فعاد عليك بثياب جميلة ربما يكون بها بعض الألوان المزركشة فعاد إليك بالجمال فما ظنك إذا كان ثواب العمل الصالح يعود عليك بقمة الجمال لأنه يكون من الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلا النزل يعني الضيافة وأنت حين تقوم بإعداد مكان لضيافة الناس فأنت تحاول أن تقوم بإعداده من خلال مقومات الحياة وبناء على طاقاتك وقدراتك وإمكاناتك فما الظن إذا كان الذي سيقوم بإعداد هذا النزل وهذه الضيافة هو الله عز وجل وبقدراته سبحانه وتعالى هذا هو مفهوم الثواب على العمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق لكل عمل صالح وأن يرزقنا الثواب الوفير عليه اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى